الوقفة العاشرة قال الشيخ لم يعلم لهم مخالف اتمام للدليل بالهواء هذا يقول في هذا الزورب لم يخالف شوف ده بنوع من اتمام الدليل بالهواء ودي في العقنة عطب راكت يقول قاصمة الظهر هدي لا تنباقي عند صدرة من الشيخ حافظة والله كيفاش يعني تجي تقول بان قولهم شكل قال ماشي قال هاشي عيربي دولا قال هاشي واحد يرشقت له وقال قال لم يعلم له لهم مخالف ويعني بمعنى ان هاد الناس اللي تتكلموا بهذا القول وهم الايمة والاعلام هذا كله من باباش انهم ما عندهم دليل بيضي جديدوا شي حاجة بهواهم ما عاد الله ما لين بغي ان يقع ان تقرمي هذه الكلمة ولكن اللي نقول لنا يلعلها كي تقولو كبوتو جواد لان ظاهرها ظاهرها طعن فئمة العلم والدين ابن المبارك قالها الشافعي قالها ابن تيمية قالها ابن حزم قالها القرطبي قالها ابن قيم قالها ابن قدما قالها الى اخره من المتأخرين شنقتي قالها العثيمين قالها الى اخره بس تعتبر انه فجي تكلموا في قول الصحابي كين هاد القيد ولم يعلم له مخالف ولم يعلم له مخالف الشافعي رحمه الله الشافعي بنا نعتبره تعود يعني ممن يتبع الهوى ولا كي يقل شخف هذه العبارة الجنف الام رحمه الله قال والعلم طبقت هذا الامام الشافعي الاولى الكتاب والسنة اذا تبتت السنة الثانية يعني الطبقة الثانية الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا ولا سنة الثالثة هيا بيت القصيد كيت يقولوا ان يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا ارض البلديك استرفوق منا مش انه كيت يقولوا ما استرتحت منا استرفوق منا ولا نعلم له مخالفا منهم كيفاش يعني الشافعي فادي مع الهوى ولا كيفاش دير هذه القضية الله مستعن